من مجلس النواب ومن حيث يملك النائب غاز يوسف حصانته جدد التأكيد على صدقية المستندات المتعلقة بصفقة شركة هواوي السينية من اجل تركيب 300 محطة ربط لتطوير شبكة الاتصالات بقيمة 82 مليون دولار امريكي واعتبر يوسف ان الوزير مقولة صحناوي لا يزال يعمل على تضليل الحقائق ولم يظهر المستندات التي تضحط كلامه موضحا الامور بالوثائق والارقام هناك مثل بقول قالوا للكذاب حلوف قالوا نجال فرج يعني الكذب لا يزال مستمر بالسفر قضية السفر هي قضية صغيرة جدا برح طلع الوزير صحناوي وقال انه راح يزور الجالي السرياني بلعب انتخابات كمان لم يعني يصدر اي مستند يبرهن انه اعلم مجلس وزراء بسفراته بين اهلالين بسميها رسمية بس هتحكم بصورة التضليل تسعة عشر نوفمبر اوطي عرض باثنين وثمانين مليون لهذه المعدات بهموا بوقعوا عقد كمان اظهروا الوزير البارحة هذا هو العقد توقع عقد بسبعة كانون الاول يعني نطروا شهر وبقول العقد يعني المضحك المضحك المبكي انه بقول العقد بعد تفاوض والتفاوض تم بنجاح تام توصلنا الى هذا العقد واللمنضي الى انتو 82 مليون ما يضحك علينا الوزير ويقول انه دخلنا بمفاوضات واملنا حسومات الدولة اللبنانية ويمتا كبيري الى خيري الى خيري يوسف الذي التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استعجله في وضع الملف بيد التفتيش المالي بعد ان كان ميقاتي قد طلب من المدعي العام التمييزي القاضي حتم ماضي بت القضية سريعا لتظهير الحقيقة ووضع حد للسجلات السياسية ومفاعلها السلبية في اولويات في اولويات اعتقد عند الحكومة اليوم انه لا يجوز ان يتصرف وزير بهكذا تصرف من خلال ممارسته لعمل العام واطلب من الوزير انه بس ما علي ومشي يعني لا يتهمني بالحبس ولا احبسه ولا يخبسني اللي بقرر القضاء يتكلع الله ويرو على القضاء ويقدم وسنداته وان غدا لناظره قريب يوسف طلبت دولة بالتحرك من اجل معرفة اين تهدر حقوقها معتبرا ان ما يحصل جريمة بحق المال العام ومحملا صحناوي مسئولية صرف ملايين الدولارات من دون ضمانات تذكر